السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى آله وسافه أجمعين. اليوم آآ أن نلقي مخاضرة بالعنوان البخل. أولا يعني ما ألقيت مخاضرة قبل هذا آآ باللغة العربية. فكرت في في المخاضرات باللغة العربية لأنني أريد آآ الطلاقة بالتكلم والقصاحة. لأنني ما وجدنا آآ أو ما وجدت آآ آآ بيئة للتكلم آآ لللغة العربية آآ لأنني درست اللغة العربية على آآ آآ بالجامعة الإسلامية على الانترنت آآ بالإنجليزي. آآ 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 آ� اخطأ بالنحو والتكلم نبدأ بشمال الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مدللا ومن يذلل فلا هديلا واشهدون لا إله إلا الله واهده لا شريك لا واشهدون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خل الحديث كتاب الله وخل الحديثة محمد قال الله عليه وسلم وشرى لموذ محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة دلالة كل دلالة في النار وبعد قال الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرُّلْ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِّلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اليوم نتكلم عن بخل جمعت للخطبة الجمعة غدا باللغة العودية فهذه ممارسة للخطبة اليوم غدا وجمعة النصوص من موقع الدرار السنية وتفسير موضوعي عن البخل يقول الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ هو خيرا له أي قال الله تعالى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ الَّذِينَ هُمْ يعني بخيل لما آتهم الله من فضله أنها خير لهم لا بل هو شظل لهم سيطوّقون ما بخلوا به يوم القيامة سيطوّقون يعني في عناقهم البخل سيطوّق من أشد الأدواء وهو من الصفات المذمومة نتكلم في الخطب عن أمراض القلوب ونتكلم عن البخل يعني تكلمنا منذ هذا عن اتباع الحواب والكبر نعم والحسد البخل إذن من أدوات من شد المرض نجد في مجتمع مجتمعتنا ما معنى البخل؟ البخل في الشرع منع الواجب نعم منعة الواجب يعني منعة الزكاة أو منعة الصدقة البخل لدينا كلمة أخرى الشح لدينا كلمة أخرى الشح في القرآن والسنة الشح يعني اختلف العلماء في الفرق بين الشح والبخل يقولون الشح البخل مع حرص يعني يعني قبل حصول أي شيء قبل حصول أي شيء نجد الشح في أنفسنا البخل بعد حصول الشيء يعني أنت أنت لا تعطي للفقضاء والمساكن أن الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحلص على الشيء نعم والإحفاء في طلبه إحفاء يعني يعني كثير الجد إحفاء في طلبه والاستخصاء في تحصيله استخصاء يعني أنت تريد هذا الشيء يعني أنت لا ترى هذا حلال وهذا حرام ولكن يعني تريد هذا الشيء بأي إمكان يعني أنت حضيص لهذا الشيء استقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه أنت النفس لديك لديك حفظ شديد جشع والبخل منع إنفاقي بعد حصوله نعم البخل منع إنفاق يعني أنت لا تريد إنفاق للفقراء والمساكن وحبه وإمساكه يعني هذا بخل فهو شحيح قبل حصوله أنت شحيح يعني هذا الشخص شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله نعم قبل حصول أنت الشحيح مع الحرص الشش الشديد للمال أو لأي شيء أنت بخيل بعد حصوله يعني منح الله يعني لك بالا أو أي شيء ولكن لا تريد إعطاهه وإنفاهه فالبخل ثمرة الشح نعم البخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل والشح كامن في النفس كامن في النفس فمن بخل فقد أطاع شحه نعم هذا ابن الخيم رحيم الله يقول فمن بخل أطاع شحه ومن لم يبخل فقد أصى شحه ووقع شره نعم هذا شح أنت تطيع الشح أو تعصيه وذلك هو المفلح من المفلح الذي أصى شحه ووقع شره ومن يوقع شحه نفسه فأولئك هم المفلح كما قال الله تعالى يوقع شحه نفسه يعني الشح لدى كل إنسان عند كل إنسان ولكن نريد الممارسة لإزالة الشح من أنفسنا إن البخل دركات ليس كل البخل أو كل البخل يعني في شيء واحد هناك درجات والدركات فأشده البخل بالفرائد والواجبات أشد البخل ماذا البخل بالفرائد يعني الزكاة البخل بالزكاة أو النفخة على الأهل النفخة على زوجتك على أولادك يعني هذا واجب ولكن أنت تبخل عن هذا الضيافة الواجبة ومن أنواع البخل البخل بما يستحب يعني ليس واجبا ولكن البخل بما يستحب للصدقات كالبخل بالصدقات أو إقراض الآخرين يعني صديقك يريد منك القرض وأنت لا تقرده الإقراض آخرين أنت تبخل عن هذا الضيافة المستحبة مستحبة وضبما تترو على الإنسان أموذ تجعله بخيلا كيف يكون الإنسان بخيلا هذا أمور كثير بسبب كثرة عياله يعني عنده كثرة عيال أو قلة ماله يعني يجعله بخيلا أو خشية الفقر يعني لديه خشية الفقر فينبغي له أن يكون مقتصدا بين الإسراف والتقطير يعني الصرف من المال بين الإسراف يعني لا يكون مصرفا أو لا يكون مقتر يقتر يقتر تقطيرا كما قال سبحانه وتعالى والذين إذا أنفقوا يعني من عباد الرحمن الذين والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك أو أمام هم بين الإسراف والتقطير التقطير يعني الشح والبخل السراف كما نعلم الصرف مجاوزة في هذا تبذير إن المبذين كانوا إخوان الشياطين كثير من الآيات الواردة في الذنب البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وعاتدنا للكافرين عذابا مهنا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل يعني هو يبخل ولكن يأمرون الناس بالبخل ويقول لصديقه لا لا تطعي الفقير لأنه خدع خداع يخدع يعني هذا يأمرون الناس بالبخل وهو يظن أنه الذكاء البخل الذكاء ولكن ليس كذلك يقول ابن تيمية رح مع الله قد تؤولت في البخل بالمال والمنع يعني تأولت تؤولت يعني فسرت والبخل بالعلم ونحوه وهي تعم البخل بكل ما ينفع في الدين والدنيا البخل ليس في المال فقط ولكن في كل شيء بما ينفع في الدين والدنيا من علم ومال وغير ذلك يعني طالب العلم هو يبخل عن تعليم الناس تعليم الناس ويبخل عن عن كمثل اليهود والنصارى هم لا يكتمون آيات الله نعم ويبخلون يبخلون بعلم الله يقول الله تعالى في آية أخرى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبط ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد الذين يبخلون يأمرون الناس بالبط ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد ويقول تعالى ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوقى ومن يوقى نفسه من الشح أولئك هذا الذي هو المفلح النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا يعوذ من الله سبحانه وتعالى من البخل كما يقول اللهم هذا دعا مشهور شهير اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل والطلع الدين وغلبات الرشال نعم يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم الهم في الدنيا والحزن والعجز والكسل والجبن جبن يعني من جبن كيف نقول معركة أو من الجهاد والبخل ودلع الدين وغلبة الرجال كثرة الدين وغلبة الرجال هو يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أكثر ما أخاف عليكم ما يفضج الله لكم من بركات الأرض يقول إن أكثر ما أخاف عليكم ما يفضج الله لكم من بركات الأرض قيل وما بركات الأرض قال زهرة الدنيا زهرة الدنيا يعني كثرة المال والآخر قال له رجل هل يأتي الخير بالشر يعني يقول السحابي هل يأتي الخير بالشر يعني الخير بالمال هل يأتي الخير بالشر فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه ينزل الوحي ثم جعل يمسه جبينه جبينه يعني عرق من العرق بسبب الوحي فقال أين السائل أين السائل قال أنا قال عبو سعيد لقد حمدناه هنا طلع ذلك يعني حمدناه على سؤاله لأنه سأل سؤال جيدا قال لا يأتي الخير إلا بالخير يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير يعني لا يأتي الخير لا يأتي الشار بالخير ولكن لا يأتي الخير إلا بالخير ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن هذا المال خطرة حلوة وإن كلما أنبت الربيع يغطل حبطا أو يلم هذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنبت الربيع يعني فصل مشهور أو شهيد أنبت الربيع يغطل حبطا حبطا كثير البطن أو يلم أو يلم ويمرد يمرد الإنسان يعني إذا أكل أكل الناس أو أكل المواشي كثيرا يقتلوا هذا الخضرة أو هذا النبات أو يمرد إلا آكلة الخضرة إلا آكلة الخضرة أصل الله صلى الله عليه وسلم يمثل بمثال ثاني يعني هذا هذا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاضرتها استقبلت الشمس يعني يعكل واستقبلت الشمس يجري ويلعب واجترت وثلطت وبالت يعني هو يأكل بمقدارها ثم عادت فأكلت هي تأكل يعني حيوان هي تأكل بمقدارها ثم يذهب ويخرج ويستقبل إلى الشمس نعم وإن هذا المال حلوة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المال حلوة من أخذه بحقه أخذ المال بحقه وودعه في حقه وضع الشيء ودع المال في حقه فالنعم المعونة هي هو نعم المعونة المال نعم المعونة يعني عانك على على في هذه الدنيا للمصلحة للمصلحة في الدنيا ومن أخذه بغير حقه يقول صلى الله عليه وسلم من أخذه بغير حقه كان الذي يأكل ولا يشبع يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان الذي يأكل ولا يشبع أبدا هذا في البخاري هذا رواه البخاري ومثل النبي صلى الله عليه وسلم بمثال آخر 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 ويقول مثل البخيض والمتصدق مثل الرجلين عليهم جبتان من حديد عليهم جبتان من حديد لديهم جبتان من حديد قد اغطرت أيديهما إلى تراقيهما إلى تراقيهما يعني اتطرت أيديهما اتطرت أيديهما إلى تراقيمها فكلهما حمل متصدق بالصدقة بالصدقته اتسعت عليه حتى تعفي آثره يعني متصدق يريد أن يتصدق اتسعت جبته أو اتسعت جبته و و ارتاحت ارتاحت هذا الشخص اتسعت عليه حتى تعفي آثره وكلما حمل بخيل بالصدقة ولكن بالعقص البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتي يعني حلقة في الجبا كل حلقة إلى صاحبها وتقلست التقلست عليه وانضمت يداه إلى تراقه وانضمت يداه لأنه يعني هو مغلق للصدقة يريد أن يتصدق ولكن يعني نفسه لا يأمر بالصدقة أو لا تأمر بالصدقة وهو يتضيق عليه وشاق عليه أن يتصدق فسميع النبي صلى الله لسم يقول ويجتهد أن يوسعها فلا تتسع يعني البخيل يجتهد أن يوسع هذا هذه الجبا ولكن لا يستطيع هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الذلم فإن الذلم ظلمات يوم القيامة يقول اتقوا الذلم فإن الذلم ظلمات يوم القيام واتقوا الشح نعرف أن الشح قبل حسوله شح يعني حرص الطمع طمع في النفس فإن الشح أهلك من قبله لماذا نتقل الشح يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الشح وإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم يعني بالقتل واستحلوا محارمهم الشح الطمع للشيء هو يريد الشيء أنه يريد سيارة يريد بيتا ولكن لا ينظر الإنسان إلى من أي مكان اكتسب ما له هي حلال أو حرام استحلوا محارمهم هذا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم كان السلف يحذرنا من البخل أيضا من البخل والشح أيضا يقول ابن مفحلح رحمه الله عجبا للبخيل هو يقول عجبا للبخيل المتعجل للفقر هو متعجل هو الذي منه هرب هو هذب من الفقر ولكن متعجل للفقر والمؤخر للسعة التي إياها طلب وأخذت السعة لأنه يعني لا ينفق على أهله على نفسه هو بخيل ولعله يموت بين هربه وطلبه ويموت بين هرب هرب من الفقر وطلب المال ويكون عيشه في الدنيا عيش الفقر هذا البخيل عيشه عيش الفقر وحسابه في الآخرة حساب الأغنياء حساب الأغنياء قال حبيش الثقفي أو حبيش الثقفي قعدت مع أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والناس متوافرون موجودون متوافرون فأجمعوا أنهم لا يعرفون رجلا صالحا بقيلا أنهم يقولون لا يعرفون أن الرجل ليس بصالح الذي هو بخيل لا يعرفون رجلا صالحا بقيلا يقول ابن قدامى رحمه الله في الفرق بين السخاء والبخل يعني سخاء الكرم والجود والبخل يعلم يقول علم أن السخاء والبخل درجات فأدفعوا درجات السخاء أدفعوا درجات السخاء الإثار إثار وهو أن تجود بالمال مع الحاجة إليه أنت تريد المال لديك حاجة ولكن أنت تتصدق وتجود بالمال وأشد درجات البخل يقول أشد درجات البخل أن يبخى الإنسان على نفسه مع الحاجة يبخى الإنسان ولديه حاجة ولكن لا ينفق على نفسه فكم من بخيل يمسك المال ويمرد فلا يتداوى لا يذهب إلى المستشفى وللطبيب إلى الطبيب نعم ويشتهي شهوة فيمنعه من البخل يعني يشتهي شيئا حلال ولكن يمنعه البخل على الشعب لا أدري أيهما عبعدوا غورا في النار يقول كلام خطير ويقول لا أدري أيهما عبعدوا غورا في النار البخل أو الكذب يعني ويسابه بين البخل والكذب هذا قطير جدا هناك آثار البخل آثار البخل أنت ترى آثار لهذا البخل مثلا الحظمان من الأجر المترتب على الإنفاق عجر المترتب على الإنفاق في أبواب الخير يعني هو لا يتصدق وهو محروم عن الإنفاق وأجر الإنفاق والثاني سبب في دعف الإيمان وهو لديه سوء الظن بالله لأنه يظن أن المال ينقص أن الصدقة تنقص ماله الثالث كراهية الناس له وهو مبغود مكروه حتى من أقرب الناس إليه كزوجته وأبناه وأقربائه لأنه زوجتي تريد مالا كيف أنفق عليها نعم هو بخيل هو يكره حتى زوجته وأبناءه سبب لحذمان الرزق أثر أثر البخل هو سبب لحذمان الرزق فكما أن الإنفاق سبب في زيادة الرزق يعني بخيل هو يبخل ويظن أن هذا خير له ولكن هذا شغل له لأن لأن الإنفاق سبب في زيادة الرزق وساعته هل للبخل حكم واحد لا أنا البقيل في الدرجات ليس للبخل حكما واحدا ينتبق أو ينتبق على جميع صوري وأنواعيه وإنما لكل صورة من صور البخل حكما خاصا بها وإن كان البخل في عمومه مذموما مكروها يعني ليس بكل يعني متسابق بين وبين يقول ابن تيمية رحمه الله والبخل جنس تحته أنواع أنواع كبائر وغير كبائر هناك كبائر يعني منع من الزكاة هذا من الكبائر وغير كبائر من المستحبات والصدقات وإن كان المنع بخلا بواجب وهو محرما شرعا بل هو كبيرا من الكبائر كبيرة من الكبائر توعد الله صاحبها بالعفبة والعذاب كما منع الزكاة الواجبة بخلا بالمال وحظصا عليه هذا كبيرة من الكبائر أو هذه كبيرة من الكبائر هناك كثير من أسباب الوقو في البخل والشح يعني الدعف الإيمان البخيل وسؤو الظن بالله كما نقول وهو يستثقل أمر الإنفاق يستثقل يعني تقل عليه أمر الإنفاق ولديه حب المال والتعلق به يعني يحب المال كثيرا وهو داعي إلى البخل أظن بأن البخل نوع من الذكاء يعني يظن هذا الإنسان هذا البخيل أن البخل هو نوع من الذكاء والفطنة والتدبير لأمور الدنيا هو يظن أن هذا ذكاء أنا ذكي يعني أنا أبخل عن الفقراء والمساكين أنا أجمع مالي وأكون غنيا لا أذيد أن أتصدق على المساكين والفقراء وهو يخاف من المستقبل أيضا يعني الخوف من المستقبل سبب إلى في الوقوف البخل والشح الخوف على الأبناء يعني لديه أبناء هذا البخيل الذي أبناء والأهل وهو يخاف يعني كيف إذا أتصدق عن المال أو أنفق على الفقراء والمساكين يعني أكون فقيرا في المستقبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء الحسن والهسين يسعيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فضمهما رسول الله صلى الله عليه وسلم دمهما إليه وقال إن الولد مخلة مجبنة يعني الإنسان لديه أولاد هو يعني هذا فتنة من الله سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وهذا الولد مبخل الداعي إلى للبخل والجبن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بإضافة من هذا يقول في سحيه الجامع هذا الهديث في ابن ماجة وهذا هديث حسن إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة يعني مبخلة إلى البخل مجبنة يعني جبن مجهلة جهل الجهل هو لا يتعلم الدين وما حزن يعني سبب في الحزن وسبب من أسباب الوقوء في البخل والشح النشأ والتربية يعني هو نشأ في التربية يعني البخ أبواه من البخل وهو وهو بخيل أيضا وهو بخيل أيضا ما الوسائل المعينة على تذكي البخل والشح أن يحسن المرء الظن بالله عز وجل يعني هو لديه حسن الظن بالله سبحانه وتعلا بالمال بالرزق لأن الرزاق الله سبحانه وتعلا كما يقول قلة الجود سوء الظن بالمعبود يعني الذي لا يتصدق للفقراء والمساكن هو لديه سوء الظن بالله سبحانه وتعلا ووسيلة الاكثار من الصدقة الاكثار من الصدقة يقول ابن الخيم رحمه الله تعالى الفقير الآخر لصدقتك يستخرج منك داء البخل الفقير الآخر لصدقتك يستخرج منك داء البخل كالحجام الحجام الحجام يستخرج منك الدم المهلك كما يخرج منك الدم المهلك من الحجامة لمثل هذا الصدقة يستخرج منك داء البخل يعني اكثار الصدقة هو علاج للاستخراج البخل معرفة أن الاعتاع بالفخر بالإيحاء بالفخر والتخفيف منه إنما هو وعد الشيطان معرفة أن تخفيف بالفخر هي يعني هو وعد الشيطان كما يقول الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشة والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يعني أنت تريد أن تقول هذا الصدق هذه الصدقة تؤدي إلى الفخر وهذا ليس بصحيح الشيطان يعدكم الفخر وهذا وعد شيطاني وأختم بحديث يعني كم من ناس يقولون أن أريد الصدقة ولكن هذا الرجل هو يأخذ الصدقة ويشرب شيئا حرام أو هذا هذا وظيفته أن يسأل الناس ولكن أقول هذا هذا ليس محلك أنت تريد أن أن تعلم الناس نعم أن تعلم الناس بشيء ولكن هذا ليس ليس بصحيح يعني أنت تصدق لنفسك ولأخذتك وليس أن تعلم الناس وأن ترب الناس يعني كما في هذا الحديث يعني رجل يقول أن رسول الله صلى الله وليس المقال قال قال رجل لا تصدقن بالصدقة فقرج بصدقته ووضعها في يد سارق في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق يعني يقول الناس تصدق على سارق وقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقة مرة ثانية وفرج بصدقة فوضعها في يدي زانية نعم وأصبحوا يتحدثون تصدق 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 الليلة على زانية وقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بالصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني وأصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق ولا زانية وعلى غني فأتي فقيل له يعني في المنام أو أتي بملك فقال أما أما سارقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سارقته وأما الزانية فلعلها أن تس تستعف عن زناها وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما عاتاه الله يعني هذا ليس يعني هذا يعتبر على نيتنا إن كان إن كان نيتنا إلى إلى الآخرة لا نريد أن نفتتش على يعني كيف يستخدم المال الذي أعطاني أعطيته لذا هذا هذا البخل نتكلم يسيرا ب أن هذا ندعو الله ونعوذ بالله من البخل أن يجنبنا من البخل ونريد أن نكون من المتصدقين الذين يتصدقون لله يتصدقون للرضى ردى الرب نعم وقولوا خولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك أشد لا الله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته